موسيقى الحمد لله جاء بالعالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد فقد عني الإسلام بالحقوق عناية بارغة يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طاضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم عحيما ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغياء حق فلهم النار يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم من اقتطى حق من مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال وإن كان شيئا يسياني عسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من آق أي وإن كان مقضاء عود من سواك أو ما يساوي سمن عود من سواك ومن القضاء التي اهتم بها الإسلام واهتماما بالغا الوفاء بالحقوق في الكيل والميزان وخصص لذلك صواتا كاملة في كتابه العزيز هي صوات المطففين حيث يقول صبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسعون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وضعت قصة سيدنا شعيب عليه السلام في جملتها حول التحذير من تطفيف الكيل والميزان والدعوة إلى الوفاء بإعطاء الناس حقوقهم كاملة غير منقوصة يقول حق سبحانه وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وفي صوات الأنعام في الوصائل العش التي لم تختلف عليها ملة من الملل ولا شعيعة من الشائع يقول حق سبحانه وتعالى ولا تقابوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك موصاكم به لعلكم تذكرون ويقول سبحانه وتعالى في صورة الشعاء أوفوا الكيلة أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاص المستقيم وزنوا بالقسطاص المستقيم هو أدق الموازين وأعدلها زنوا بالعدل قبل أن توزن عليكم أعمالكم حيث يقول حق سبحانه وتعالى ونضعوا الموازين القسطة اليوم القيامة زنوا كل شيء بالعدل فسيأتي اليوم الذي توزن عليك أعمالك ويقال واقفوهم إنهم مسؤولون أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاص المستقيم ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين ويحكي ويذكر بعض كتابي أن أحد الناس قد حضرته الوفاة وكان إلى جانبه صاحب الله يحدثه فلما أحس بدنوه أجل صاحبه الذي حضرته الوفاة استنطقوا الشهادتين فلم ينطق وكلما عوده الحديث في الدنيا تحدث إليه فإذا استنطقوا الشهادتين لم ينطق فقال ما بك فأومأ إليه أبدنه فدنى فقال إن لسان الميزان قد حبس لساني عن الشهادتين أي أن تطفيفه للكيل والميزان قد حبس لسانه حبس لسانه عن النطق بالشهادتين إنها الحقوق ويل لمن باع دينه وباع جنة عدو السماوات والأرض بحبة أو حبتين أو طمرة أو طمرتين أو درهم أو درهمين اليوم أموال وسلع وغدا أمام الله حسنات وسيئات لا ظلم اليوم إن الله سعير الحساب نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا وأن يغنينا بحلاله عن الحرام وبفضله عن من سواه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته